بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله سندرس في هذه الشريحة الفروق المحدودة طبعا المسألة الأساسية في الاستفاة تنص على أنه إذا كان لديت دالة تجربية معرفة في n زائد واحد من النقاط المختلفة التي سميناها بالعقد x0 x1 xln وكانت تأخذ القيم yi هي fx i في i تساوي الصفر حتى ln عند إذن المسألة هنا ما هي معرفة قيمة الدالة y من أجل نقطة x تقع بين العقد وهذه هي المسألة العامة الاستفاة الداخلي لحل هذه المسألة نقوم بالبحث عن كثيرة حدود من الدرجة n تحقق أن كثيرة الحدود التي نبحث عنها تتطابق مع الدالة التجربية عند العقد إذن هذه هي المسألة العامة سنبدأ أولا بتعريف الفروق الأمامية والفروق القلفية أولا سنبدأ بالفروق الأمامية سأعرف الفروق الأمامية وأشرحها بالشكل التالي ثم نقرأ أشرح من هنا فإذا عندي الدالة التجربية مثلا كانت x وهذه fx فإذا فرطنا أن x تتألف من x0 x1 x2 x3 x4 مثلا هذه أربع نقاط وهنا fx0 x1 x2 x3 x4 فمعرفت الفرق الأمامي الأول أرمز له بدلتا fx هذا الفرق الأول ما هو حصل طرح هذا من هذا هذا نائسه فقط فأحصى على دلتا fx0 هذا نائسه احصى على دلتا fx1 هذا نائسه احصى على دلتا fx2 هذا نائسه احصى على دلتا fx3 إذن هنا أسهل من الفروق المقسومة وبالتالي هنا لا توجد عملية قسمة هنا فقط عملية طرح إذن هذا هو الفرق الأمامي الأول هذا هو الفرق الأمامي الأول يمكن أن نعرف الفرق الأمامي الثاني وأرمز له نبلة تربيع fx الآن ما هو إلا هذا نائس هذا فأحصل على الفرق الأمامي الثاني دل نبلة تربيع fx0 أيضا هذا نائس هذا ما هو إلا نبلة تربيع fx1 أيضا هذا ما هو إلا نبلة تربيع fx2 وكذلك يمكن أن نعرف الفرق الأمامي من الثالث اللي هو نبلة fx التكعيب ما هو إلا هذا نائس هذا وبأسميه نبلة تكعيب fx0 وهذا نائس هذا ما هو إلا نبلة تكعيب fx1 أخيرا الفرق ما هو إلا هذا نائس هذا أرمز له 4 fx0 إذن بهذا الشكل تعرف الفروق الأمامية إذن وبالتالي أستطيع أن ألخصها بالشكل التالي نسمي كل من الفروق fx1 ساعد واحد نائس fx1 بالفرق الأمامي الأول للدالي fx وإنما زو له بالرمز نبلة fx1 اللي هي fx1 زاعد واحد نائس fx1 من i7 حتى الناس 1 وبالمثل نعرف فرق أمامي الثاني للدالي fx بالشكل نبلة تربيع fx1 هي نبلة fx1 ونبلة fx1 ما هي إلا fx1 زاعد واحد نائس fx1 النبلة بتدخل للأول والثاني فنحصل على هذه العلاقة يعني فنحصل على هذا نائسات هذا نائسات هذا نائسات اللي شرحناها قبل قليل أيضا بصورة عامة يمكن الحصول على الفرق الأمامي للدالة fx من المرتبة الكاب العلاقة التدريجية التالية نضع هذه الفروق عادة في الجدول فمن أجل N2 4 يمكن أن نشكل الجدول التالي للفروق الأمامية طبعا كما شرحت قبل قليل من أجل N2 4 الـ x هذه هي الـ x وهذه هي الـ fx الآن عملية طرح فقط هذا من هاد هذا من هاد هذا من هاد فنحصل على الفرق الأمامي الأول هذا من هاد هذا من هاد فنحصل على الفرق الأمامي الثاني هذا من هاد هذا من هاد فنحصل على الفرق الأمامي الثاني هذا من هاد فنحصل على الفرق الأمامي الرابع مثال على ذلك طبعا هنا يوضحه إن هذه القيم هي التي تهمني لبناء كثيرة حدود الاستفاءة الداخلي لنيوتون للفروق الأمامية الآن سنذكر الآن ببعض الخواص الفرق الأمامية لدالة ما إذا عندي ثابت وكان عندي U دالة ما في X فإنه الفرق الأمامي لCPU يمكن إخراجه خارج الفرق الأمامية إذا عندي دالة فرق الأمامية من مرتبة K لمجموع أو حاصل طرح دالتين يساوي إلى مجموع أو حاصل الفرق الأمامية من المرتبة دالتين الآن يعني إذا عندي الفرق الأمامي لحاصل المجموع أو طرح فالفرق الأمامي تدخل للأولى ويتدخل للتانية إذا كانت U دالة ما في X فإن الفرق الأمامي مرتبة إن الفرق الأمامي مرتبة K ما هو إلا الفرق الأمامي لحاصل الجمع يمكن حيث M و الكاعدات صحيحة ونصطلح على أن الفرق الأمامي الصفري هو نفس الدالة Y مثال أوجد الفرق الأمامي للدالة التجربية المعطاوفة القيمة التالية عنده إذن ما علي غير أن أشكل تالي إذن هنا نتوقف ليش؟ لأن البقية سيكون عبارة عن أصفار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته